تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط هالا السعيد وعدد من المسؤولين وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم لمصر بشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى أضفت السعيد أن السفقات الاستثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد وترسيخ وضع مصر كأحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم